الناس هدان الله وإياه يظن انه مسحول ومليل وبه عين وبه كذا وموسس وبه رقية ودائما يأتي للإمام ويأتي للشيخ وقول انا تعبان يا أخو وهذا الإمام مش اسمع يقول خلاص عندي لا لا بد نعلق الخلق بمن؟ بالله فإذا جاك إنسان تطالب عين واشرق تدعو لي تقول اسمع أنا أدعو لك وانتا تدعو لي أنا وأنت لا بد نتقل إلى الله وإذا كان لديك يا مانع من نجابة الدعاء لا يستجع حتى تفتش عن هذا المانع صح عندك الخلق بالخالق الشيخ بن باز رحم الله اتصل عليه رجل وقال يا الشيخ عندني أخ مريم قلو اتقرأ عليه قال اقرأ على انتم وهو يقرأ على نفسك قال يا الشيخ نحن ولا نعرف الرقية ولا نحفظ القرآن قال تحفظ الفاتحة طبعا قال نعم نحفظ الفاتحة قال اقرأ عليه الفاتحة قال قرأنا نانيا وقال يضرأ يضرأ سلام عليكم لا يوجد عند السلف ها أماكن خاصة للرقية وبيع العسل والزيت لا لا يوجد هذا من استطع أن ينفع أخاه لا يفعل نعم لكن علقوا الخلق بمن بالخالق سبحانه وتعالى